السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيننا العزاء طلاب الصف الأول الإعدادي في مملكة الإنجليزي مع مستر أشرف الشريف تقييمات الإسبوع الثامن بإذن الله تعالى التقييم الإسبوعي نبدأ بحل نموذج A السؤال الأول read and write the correct form of the words between brackets ويقرأ وصحح الأخطاء التي موجودة بين القوسين number one not tell dad about my accident he will be worried طبعا ده نهي فبيقول له ما تخبرش بابا عن الحادثة هو هيكون قلق فالإجابة الصحيحة don't tell والجملة التانية he sat down and opens opens your back dear students المستر بيقول له معود يا أولاد وفتحوا الكتب بتاعتكم فتبهى open أمر في صيغة المصدر بدل opens number three to do your past to achieve your goals ابزل قصارى جهدك لكي تحقق هدفك طبعا to do غلط الحل صحيحة تبقى do بعد كده السؤال الثاني write a paragraph of the importance of technology in your home اكتب باراغرف عن أهمية التكنولوجيا في المنزل ونكن ناخد البراغرف ده عادي كويس technology is very cool التكنولوجيا رائعة جدا it helps us do things faster and easier بتساعدنا في عمل الأشياء بسرعة وبسهولة we use it every day بنستخدمها يوميا like when we play games on our phones or watch videos on our computers زي ما احنا مسلا بنلعب ألعاب على الفون أو بنفرج على فيديوهات على الكمبيوتر technology is changing the world التكنولوجيا بتغير العالم and it's exciting to see what new things it will bring us next وبتعرفنا إيه الأشياء الممتعة أو المثيرة التي قد تحدث مستقبلا نموذج بي با نموذج بي السؤال الأول read and correct اقرأ وصحح الخطأ number one أحمد walking carefully while crossing the road طبعا ده أمر موجه لأحمد عشان لو لاحظت هتلاقي بعد كلمة أحمد علام التعجب فده أمر فبيقول له يا أحمد امشي بعناية أثناء عبور الطريق فهتبقى بدل walking هتبقى walk عشان ده أمر في صيغة المصدر number two to brush your teeth before you're going to bed but the أمر نظف أثنانك قبل الذهاب للنوم هتبقى brush أمر في صيغة المصدر number three not talk during the lesson listen carefully بيقول له لا تتحدث أثناء الدرس ولكن استمع بعناية طبعا don't talk لا تتحدث بعد كده الparagraph بيقول لك write a paragraph about the importance of invention in our life أكتب paragraph عن أهمية الاختراعات في حياتنا inventions are really cool الاختراعات رائعة جدا they help us do things we couldn't do before بتساعدنا على عمل أشياء ما كناش نقدر نعملها قبل كده like the light bulb يعني المصباح الكهربائي مثلا it lets us see the dark بيخلنا نرى في الظلام cars help us travel far and fast السيارات بتتجعلنا نسافر بعيدا وبسرعة computers help us learn and play الكمبيوترات بتساعدنا على التعلم واللعب inventions make our lives better and more fun الاختراعات بتخلى حياتنا أفضل وأكثر متعة نموذك سيبة read and write the correct form of the words between brackets صحح الأخطاء number one your dad is sleeping wake not wake him بابا نايم ما تصحهوش هتبقى don't wake ده نهية number two turns off your mobile the lesson is going to begin اطفي الموبايل عشان الدرسة هيبدأ بابا تبقى turn وليس ترنس عشان ده أمر في صيغة المصدر number three هدا sitting down please your classmate can't see the board وعدية هدا الفاصل من الشاي اصحابكم الشايفين الصبورة فتبقى sit down بعدك الparagraph بيقولك paragraph write about the ways to stay safety online اكتب عن اللي هي الوسائل اللي تخليك آمن على الانترنت هنكتب الparagraph ده staying safe online is important البقاء آمنا على الانترنت مهم جدا don't share your personal information like your address or phone number with strangers لا تشارك معلوماتك الشخصية زي عنوانك رقم الهاتف مع الغرباء be careful about clicking on links or downloading files from people you don't know كن حذرا على ضغط على روابط او تحميل الملفات من الناس لا تعرفها it's always good to ask a grown up if you are not sure about something online ومن الافضل انك تطلب مساعدة من حد ايه كبير في السن لو في حاجة مش متأكد بخصوصها على الانترنت بكده انتهى التقييم الى رقم 8 الاسبوع الثامن الى ان نلقاكم بخير في الاسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته